اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة حبا أقرأ لك من سفر يشوع الأصحاح الأول آية رقم تسعة تشدد وتشجع تشدد يعني كن شديدا كن قويا وتشجع يعني كن شجاع عزيزي المشاهد لما الرب يقول لي تشدد وتشجع أروح للرب أقول له طيب أجيب القوة منين وأجيب الشجاعة منين إلا منك أنت لما الرب يقول لي تشدد وتشجع لازم أثق أن الرب هيديني الشجاعة اللي أنا محتاجها والقوة الشدة اللي أنا محتاجها عزيزي المشاهد الرب عايزنا ضعفاء لا الرب عايزنا أقوياء والرسول يحنى كتب في الرسالة بتاعته قال كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم إيه أقوياء وكلمة الله سابتة فيكم وقد غلبتم الشرير يبقى الرب عايزنا أقوياء في مواجهة إبليس وبيقول لك كن قويا أمام الخطيئة أمام إغراء الخطيئة كن قويا أمام إبليس أمام حيا الإبليس أمام مكائد إبليس كن قويا أنت تقول بس أنا إزاي أبا قوي الرسول بوليس يقول لك تقو في الرب وفي شدة قوتي يعني القوة تيجي من الرب وبوليس قال كده قال لما أشعر بأن أنا ضعيف بروح للرب وتحل علي قوة المسيح إحنا أقوياء بالرب وإحنا شجعان بالرب أحيانا في مواقف محتاجة شجاعة لأ أنت خايف خايف تشتغل تفشل خايف تواجه واحد بالمشكلة وتحلها معانا أن خايف منه وفي ناس بتخاف من نظرات الآخرين تخاف من وجوههم رب يقول لك أقعد خاف من الوكل لما يكشر في وشك كده تقول بخاف ما عارفش أتكلم تعالى للرب والرب بيقول لك مع يشوع تشدد وتشجع محتاج شجاعة تقول آه أنا محتاج شجاعة عشان هواجه في مشكلة في البيت هواجه فيها زوجتي هواجه فيها ابن كبير وخايف من الرد الفعل لأ أنا أصلي وإذا الرب عطاني دافع جواي أن أنا واجهه بده وقت المواكة ما أعطانيش الدافع أستنى شوية لغاية من الدين الدافع وأقول له الدين الشجاعة والدين القوة والدين الحكمة في الكلام أنا مش عايز أدافع عن نفسي أنا هدفي سلام البيت مش هدفي نفسي لأنه لما يبقى هدفك نفسك تبقى أناني لكن لما يبقى هدفك سلام البيت تبقى أنت ماشي زي ما الرب عايز الرب عايز بيوتنا تبقى مليانة سلام عايز كنيسنا تبقى مليانة حب فأنا لازم الهدف بتاعي أن يبقى ماشي مع أهداف الرب مش هدور على نفسي وعايز أطلع نفسي صح عزيزي المشاهد إذا كنت فعلا عايز تبني بيتك إذا كنت فعلا عايز تخدم الرب إذا كنت فعلا عايز تواجه تعمل مواكع عشان تحسم أمر غلط بيحصل أو فيه خطية ومش لاقي الشجاعة ومش لاقي القوة ومش لاقي الحكمة تعالى إلى الرب لأنه مش صدفة أنك بتستمع إلى هذه الكلمات واستقبل من الرب مع يشوح هذه الكلمات العظيمة تشدد يعني كن قويا تشجع يعني كن شجاعا يعني خد مني القوة خد مني الشجاعة لا ترهب ولا ترتعب عزيزي المشاهد لو أنت متحارب بالخوف هذه الأيام ومرعوب تقولي بس مع أخبار سيئة في التلفزيون فيه زلزالها يحصل مش عارف فيه سيول مرعوب من اللصوص بتسمع عن ناس بتخطف حاجات تعالى إلى الرب لأن الرب مش عايزة خايف شوف أنا بيقول له إيه؟ لا ترهب ولا ترتعب تقولي طب أيوة ما أنت سهل الكلام تقولي لا ترتعب أقولك آه سهل الكلام لما أنا أقوله لك أنا لما لما تسمع الكلمة من الرب وإنت بتستمع إلى هذه الحلقة تصدق أن الكلمة دي ما بعوتها لك من الرب الوضع مختلف الكلام الإلهي دائما مؤيد بعمل الروح القدس لما الرب يقولك ما ترتعبش وتقبل الكلمة من الرب مش من إنسان يعني تاخدها من فم الرب هتلاقي في قوة الروح بتصاحبها وهتلاقي الرب اشتغل جواك بطريقة أو بأخرى وحررك من الخوف تاني نفسك مش خايف كنت مرعوب هتقولي قبل ما أحضر الاجتماع الروحي ده أو أحضر الاجتماع الصلاة كنت خايف ومرتعب وأفكار خوف بشوف حاجات مخيفة في ذهني وأفكر فيها دخلت الاجتماع وطلقت الاجتماع مفيش الأفكار دي راحت فين؟ مفيش زي ما قال الكتاب تفتش على مضايقيك ومن اللي بيضايق الخوف فلا تجته خلاص مفيش خوف ليه؟ الرب لمسني في اجتماع الصلاة الرب لمسني من خلال هذا البرنامج اللي بيزعح في التلفزيون ولن امتصال لو أنت من الناس اللي مواصبين على هذا البرنامج شخصيات كتابية لن امتصال لي من أجل هذا البرنامج أن الناس تتلمس ما تسمعش بس أن الكلمة اللي بيسمعوها تدخل القلب ويصاحبها عمل الروح القدس ولو أنت من الناس اللي منتظمة على متابعة هذا البرنامج شيء رائع أنك تخصص يوم في الأسبوع تصلي فيه من أجل أن الرب يستخدم هذا البرنامج لتأثيرة عظيمة يخلص بالبرنامج ناس ينالوا الخلاص يشفي مرضى يشجع يغير أفكار يعلن الحق خصص يوم في الأسبوع من أجل هذا البرنامج ولو الروح القدس دفعك أنك تصوم عشان إيمانك يرتفع تجاوب مع الروح القدس باسم الرب يسوع نكون أقوياء ضد الخطيئة نكون أقوياء في موجهتنا مع إبليس نكون أقوياء في موجهتنا مع إغراءات العالم باسم الرب يسوع ممنباش عندنا عدم شجاعة نبقى عندنا شجاعة نتحرر من الخجل نتحرر من الإحساس بالخوف واسمع بقية الآية لأن الرب إليك معك حيثما تزهر يا رب أشكرك لأنك معانا حيثما نزهر أنت معانا وعدك لينا لا أتركك ولا أهملك تعال معي عزيزي المشاهد إلى سفر العدد أصحاح 25 بنكمل التأمل في القصة المأساوية المأساة الكارثة اللي حصلت فيه آخر محطة آخر محطة فيه الخريطة بتاعة حركة شعب الرب من أرض مصر آخر محطة كانت البلدة اللي اسمها شطيم وشطيم دي حصل فيها مأساة إيه المأساة؟ استدرك الناس بتعطي الرب شعب الرب للاشتراك في احتفال أو عيد من الأعياد الوسانية متاعة شعب مديان مع شعب آسف مؤاب استدركوا وفي الاحتفال ده كان احتفال فيه عبادة في تقوص التقوص دي كان فيها حيوانات بتتدبح وتقدم للإلهة وكان فيها كمان زنة ضمن التقوص بتاعة العبادة شعب الرب بقى لما راح الحفلة زي واحد كده راح حفلة في الحفلة ابتدى يشرب سجاير اتخدوا وطبعا الخطيئة الشيطان دايما بيخليها جميلة ودايما الشيطان يقولك كده المياه المسروقة ايه؟ حلوة وخبز الخفية اللي انت واخده بالغلط لذيذ نفس الخبز لكن لذيذ فدايما الممارسات اللي هي فيها كسر الوسيط الرب زي زنة يديهم بقى تمتع ولكن كله كذب وكله تمتع وقتي والنتيجة المأساوية انت جاء مرات قاتل قاتل كل ناس كتير قوي من اللي اشتركوا فيه الزنة دا واكل المأذوب الحالي الاوسان وبعدين الارواح الشرية تملكتهم لانهم كانوا انت ما تروحش في بيت الشيطان وتقول الشيطان ما يقيدنيش يعني ما تروحش مثلا تقابل واحد بيعمل اعمال وتقول يعمل لي عمل وتقول الشيطان مش قيدني انت ما تروح الشيطان في بيته ما تقولش انا رحت احضر تحضير ارواح مثلا واقول الشيطان مش قيدني فانت رحت لمعسكر ابليس واشتركت فيه عبادة وسانية ومارست معهم الجانس وتقول الشيطان مش قيدنيش قيدهم طبعا التقيد بقى ايه اتعلقوا بالإله الوسان انه هو لا شيء عدم الوسان عدم زي ما بيقول الكتاب لا شيء ويقولك وتعلق الشعب بباع لفغول بعدين شفنا القصة المأساوية ان الرب اصدر حكم على قادة الرؤساء يقولك جميع رؤوس الشعب كل الرؤساء بتقول الشعب صدر حكم إليه بانهم يقتلوا ومش يقتلوا بس ده الجسد بتاعتهم تتحط كده قدام كل الشعب عبرة ليه؟ لانهم قاموش بضرهم ومشوا مع الخطيئة ومنعوش الشعب ودايما القادة لما يتهونوا التأديب يبقى أعلى من الشخص العادي يعني انت راعي كنيسة تتقدم أكتر من الشخص العادي اللي في الكنيسة لان عندك امتيازات رب عطاك امتياز انك تقود وعطاك امتيازات كتير ومتعك بحضوره وشفت ايده في الخدمة وعطاك امتياز وخدت امتياز تأديبك بأكتر من تأديب الشخص العادي فهنا الرؤساء تأديبهم شديد اوي اولا لانهم مراعوش وسيط الرب اللي بتقول ممنوع العبادة الوسانية واللي يعبد العبادة الوسانية يتقتل ثانيا زنوا والزنة ليه عقوبة جمدة في اية صريحة اسمها لا تزني اكلوا مما زبح للأوسان يعني عملوا خطايا مركبة شديدة في حكم الرب عن طريق موسى انهم يتقتلوا ويتعلقوا وقلتلك ان واحد رئيس من الرؤساء دول ولا همه وكان بيزني في العبادة دي جاب البنت اللي بيزني معاه وكانت واحدة من مقام عالي يعني ابوها رئيس في المدينيين وهو رئيس في صرط الشمعون فالاتنين يعني من عائلات عالية في المستوى ويجابها ويكمل معها الخطيئة في الخيمة بتاعته ودخل عليهم بقى واحد انفعل بس دا انفعل مقدس فنحاز وراح موتهم هما الاتنين بالرمح وهنا فنحاز كان بيعمل ايه؟ كان بيطبق اللي قالوا الرب الموسى ان الرؤساء يقتلوا فهو ما عملش حاجة هو عمل اجرى العدل وتحت سمع وبصر من موسى ممكن واحد يقول ايه اللي عملوا فنحاز دا؟ كان اسمه فنحاز جرته هارون ابو رئيس الكانة لا الرب بقى اكد وقال ان اللي عملوا فنحاز دا صح ان ما ينفعش يساب شرق وسط شعب الرب ما ينفعش يعني انت رأي كنيسة ما ينفعش تبقى بين الخدام خصام وسايبه؟ ما ينفعش عرفت بيه؟ لازم توقف دا عن الخدمة وده عن الخدمة لغاية ما تصلحوا دا بوليس لما كتب رسالة فيليبي قال فلانا وفلانا دول بينهم مشاكل علنا كده ودولا لانهم كانوا مؤمنين ما تضايقوش من بوليس رغم ان قال اسمه هم الاتنين قال ساعدوهم عشان يتحدوا لانهم خدام فما تسيبش شر في وسط الجماعة متسيبش شر في بيتك بيتك فيه شر ما ينفعش تسيبه وانت المسؤول يعني انت رأس البيت وشايف في البيت حاجات غلط ما تنفعش السبقة نفعش تسيب في البيت افلام افلاحية وتقول انا مالي لا تقول دا اولادي ما ينفعش نسيب شر في بيوتنا نصلي وناخد قوة ونقف بحزب ضد الشر دا اللي عملوا في الحاز ليه شر؟ شر كان برا شعب الرب؟ لا دا كان اسمه زمري جاب الشر عايز يزني ويكمل الزنا في وسط الخيمة بتاعته اللي في وسط شعب الرب لا ما ينفعش نسيب في الكنيسة خطايا واضحا ما ينفعش طالما فيه خطايا بينه يعني الاتنين بتخنقوا مع بعض ازاي يخدموا مع بعض ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يبقى فيه شر ما ينفعش ابدا ان يبقى فيه شر ما ينفعش يبقى فيه ناس بتزني وينديها قيادات في الكنيسة ما ينفعش ما ينفعش يبقى فيه ناس بتروح صلاة امار وينديها خدمة ما ينفعش ما ينفعش ناس مش مؤمنين وماختبروش الرب ونخليهم يسبحوا في الكنيسة ويبقوا في القرال ما ينفعش دي حاجات لازم تتواجه بس المواجهة هدفها ايه مجد الرب ده المهم مش لانهم جرحوني مش لانهم اهانوني انا باخد القرارات دي منهم لا انا لو راعي كنيسة سيس كنيسة اللي ادفعني طاعة الرب مجد الرب ده اللي دفع فينحاس وتقول لي عرفت منين اقول لك نكمل القصة والقصة بتاعته دي قبل ما اكملها عايز اقول مكتوبة في اقصى لاهميتها القصة دي مكتوبة كمان في حتة تاني يعني بعد ايه بعد مئات مئات السنين بعد مئات السنين يمكن الناس نسيت القصة دي لا الكتاب ذكره في سفر المزامير دي اه فين في مزمور مية وستة شوف لما ترى مزمور مية وستة تقول لي اه دي فات السنين كتير مئات السنين اقول لكم ماله بس القصة مهمة جدا انها الحس ما ينفعش نسيب شر وسط المؤمنين ما ينفعش هم شر في حالاتهم الخاصة مش شايفين الشر خلاص لكن الشر شايفينه باعنينا ما ينفعش يعني ما ينفعش يبقى واحد معروف انه في شغله مثلا بياخد رشاوي وبيغير حاجات وبيمشي الامور عشان الفلوس ونديله خدمة في الكنيسة ما ينفعش ده شر لازم ييتوب يسيب الخدم مزمور مية وستة بيقول ايه بقى الكتاب الثمانية وعشين ايه تمانية وعشين وتعلقوا وتعلقوا بباع الفغور مين باع الفغور ده الاله اللي كانوا محتفلين بيه شعب الرب تعلق بيه تعلق تعلق بيه قلتلك دي قيوط شيطانية بسبب الشياطين اللي وراء الاوسان وراء عبادة الوسان الوسان لا شيء الوسان عدم ما فيش حاجة انما وراء الشياطين زي ما بيقول بوليس في كنص سلولة الاصحاح العاشر شياطين قيدت شعب الناس دول بالعبادة بالبعل ده حبوه بقى ها لان عبادته فيها نجاسة فيها زنة فيها اكل حل قدموا زبائح دبح وحيوانات وعملوها بشكل كويس مت زي المن متى لما تمشي بقى في العالم وتبقى مؤمن تلاقي ايه ده الاجتماع تقيل والوعز مال وطول تبقى مش قادر تستسيغ الحاجة اللي كنت بتستسيغها زمال وتفرح بيها والترنيمة الحلوة اللي كانت في بتبقى مبسوط وتبقى بتقولها لانك رحت العالم وانغمست في العالم مش قادر تقول ها شعب الرب يعني احبوا القزارة احبوا بدل ما يتمسكوا بالمن اللي لازم نسمى ده خبز الملائكة راحوا يقول لك كده واكلوا ايه زبائح الموتى يعني زبائح دي الموتى وفي ناس فصرت يعني ايه زبائح الموتى يا اما الاشارة ان الالية الوسانية دي حاجات ميتة مش موجودة انما في ناس فصروا لا ده كان فيه كمان زي تحضير ارواح مخاطبة الموتى يعني فيه سحر كمان لانه تحضير الارواح ما هو هم مش بيحضروا روح الشخص لا ده بينخدع في تحضير الارواح بيبقى فيه خداع يعني يقولك نحضر روح الرئيس الفلاني اللي مات من عشرين سنة طيب وييجي بصوته بس ده لا ده روح شرير ده مش الشخص تيجي بقى ارواح الشريرة كتير فيه تحضير الارواح تتقمص شخصيات الموتى فهنا لما بيقول واكلوا زباح الموتى لو خدنا بالتفسير ده يبقى ده خطايا مركبة جدا يعني واحد اشتركوا في احتفال عياد مقدمة عيد العبادة وسانية خدتهم الاشتراك ده المدخل هتقول لي ده مجاملة بس شفت النتائج المجاملة ايه انهم زنوا لان ده من طقوس الاحتفال في العبادات الوسانية في الطقوس بيبقى فيه حاجات جنسية ويدولها شرعية لكن هي مبرة الجواز يحطوها القاب يحطوها حاجات ده عبرة التاريخ دايما العبادات الغلط تلاقي فيها حاجات كده في الدائرة دي بس ايه قننوها المهم ان عملوا زنى ايه كمان واكلوا ما زبح للأوسان وايه كمان اكلوا زبائح الموتى يعني دخلوا فيه تحضير الارواح ومخاطبة الموتى وخلي بالك الكتاب مانع تماما تماما الاتصال بالموتى مانع وحطو ضمن القائمة بتاعة السحر ولو عايز اقرأ عن الموضوع ده اكتر اقرأ الفصل التاني من كتاب من كتاب الفخ انكسر اقرأ الفخ انكسر وفي الفصل لهم ايه النتيجة ايه نتيجة الزنا ايه نتيجة العبادة الوسانية ايه نتيجة تحضير الارواح يقول لك جاء وباء فاقتحمهم الوباء ما هو الوباء الوباء ده مرض خطير معضي اي مرض خطير معضي قاتل زي القولرا مثلا لما تتبع منتشر في بلد وما فيش مقاومة لها اقتحمهم الوباء مات ناس بالالاف يعني في يوم واحد هنا اللي مات يقول لك اربعة وعشرين الف وفي يوم واحد متى وعشرين الف ده زي ما بيقول بولوس في كونسلولة في يوم واحد ماتوا بهذا الوباء ده عكس ايه ده عكس اللي تقال فيه مزمور واحد وتسعين لما أبع عايش مع الرب الرب يحميني من الوباء المرض المعضي القاتل لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر ده لما أبع في علاقة حية مع الرب ضد الخطيئة يعني لما عفيا أرفض أن أنا أستمر واقع فيها واعترف بالخطأ وأعمل كل حاجة عشان ما أرجعش للخطيئة ده تاني والخطأ ده تاني لأن تايب ينجيك من فخ الصياد هو إبليس ومن الوباء الخطر لما لابقى مستسلم للخطيئة كده إيه لا يحصل يقولك كده فاقتحم هم الوباء عزيزي المشاهد هنكمل مع بعض التأمل في هذه القصة اللي فيها دروس كثيرة في الحلقة القادمة إلى اللقاء الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة ونصلي معكم من أجلها رسلونا على البريد الإلكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو ريفرزوف لايف P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012 2 500 77 88 وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org أربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية ترجمة نانسي قنقر